المحاولة حتى الرمق الاخير قرار اتخذه اشبال لويسان ريكي خاصة بعد تأكود خبر رحيل هذا الاخير عن رأس العارضة الفنية للفريق الكتالوني حيث فاز برشلون على العنيد سلطافيغو بخماسية نظيفة في ملعبه الكمبنو صارت الامس لحساب الجولة السادسة والعشرين مستعدا بذلك صدارة الترتيب حيث باتت تشكيلة البلوغرانة جاهزة لاستضافة الفريق الباريزي صارت الاربعاء لمحاولة التدارك في اياب الدور التمن النهائي لرابطة الابطال بعد الخسارة المدوية ذهابا في حديقة الامراء دائما مع الليجة الاسبانية فاز الملاحق ريال مادريد على مستضيفه ايبار باربعة لواحد في مباراة برز فيها المهاجم كاريم بنزيمة بتسجيله لثنائية في ظل غياب كريستيانو بيل وموراطا ليبقى بذلك الميرينجي على بعد نقطة واحدة من المتصدر برشلونة وبمباراة متأخرة من جهة اخرى شهدت دور الانجليزي مباراة مثيرة صهرة الامس في ملعب انفيلد رود بين ليفربول وارسونال تفوق فيها مدارب الريدز يورغان كلوب على نظيره الفرنسي ارسن فيغر بثلاثية كاملة مكنت فريق ليفربول من الفوز بطريقة مثيرة على المتفاجئة بعيدا عن كرة القدم وفي دور كرة السلة الامريكية للمحترفين تأهل سانونطونيو سبيرز الى البلايوف عقب فوزه على مينيسوتا بنتجة 97 نقطة مقابلة 90 بعد التمديد بذلك رفع سبيرز رصيده الى 48 فوزا من اصل 61 مباراة ليحتل بذلك المركز الثاني في المنطقة الغربية